أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث والصف الخابس بمدارس التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية اليوم إن شاء الله نستكمل حديثنا عن الباب الثاني من أبواب المنهج وهو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي تعرفنا في الباب الثاني باب النظام المحاسبي الحكومي عن تعريف النظام المحاسبي الحكومي والمقاومات الأساسية للنظام المحاسبي الحكومي كلمنا عن مقاومين أساسين من مقاومات النظام المحاسبي الحكومي المقاوم الأول وهو المجموعة المستندية وقلنا المجموعة المستندية في ظل النظام المحاسبي الحكومي بتضم ثلاث أنواع من المستندات أسمنا المستندات لمستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين وقلنا أن المجموعة المستندية بتمثل مدخلات النظام المحاسبي الحكومي تكلمنا أيضا عن المجموعة الدفترية وقلنا أيضا أن المجموعة الدفترية في ظل النظام المحاسبي الحكومي بتضم ثلاث أنواع من الدفاتر عندنا مجموعة دفاتر اليومية ومجموعة دفاتر الأستاذ ومجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية اتكلمنا أيضا وأوضحنا أنه بس الباب الثاني اللي هو الباب الخاص بالنظام المحاسب الحكومي بس بيتضمن مجموعة من المعارف النظرية يعني ممكن يسألني مثلا عن تعريف النظام المحاسب الحكومي أو يسألني عن المقاومات الأساسية للنظام المحاسب الحكومي يسألني عن المكونات أو أشكال المستندات أو المجموعة المستندية أو عناصر المجموعة المستندية في النظام المحساب الحكومي أو يسألني مثلاً على المجموعة الدفترية في النظام المحساب الحكومي لا عندنا أجزاء عملية قلنا عندنا أربع دفاتر مهمين هناخد بالنا منهم وهنركز عليهم لأنه لازم يجي سؤال على دفتر منهم أو استمارة من الاستمارات أو سجل من السجلات البيانية والإحصائية التالية أول دفتر اتكلمنا عنه كان من ضمن دفاتر الأستاذ واتكلمنا عن دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وأوضحنا الكيفية اللي احنا بنسجل بها العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة في الحلقات السابقة كذلك تعرفنا على الطريقة اللي بيتم بها تصوير صفحة من صفحات سجل الارتباطات 291 عنحة أو 292 عنحة ودي كان في الحلقة السابقة عندنا دفترين مهمين وهما من السجلات البيانية والإحصائية عندنا دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة وكذلك سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عنحة أو الاستمارة 55 عنحة الأربع دفاتر دول لازم يجي عليهم سؤال في الاختبار لازم يجي لي جزء عمل فيهم احنا في الحلقة السابقة اضربنا على الكيفية اللي بنعدي بها دفتر حساب الشيكات 56 عنحة أو اللي بنسجل فيها الأحداث داخل هذا الدفتر وكذلك اتعرفنا على كيفية اللي هنصور بها صفحة من صفحات سجل الارتباطات 291 أو 292 اليوم ان شاء الله هنكمل حديثنا عن السجلات البيانية والإحصائية وهنتكلم عن دفترين مؤمنين الدفتر الأول فيهم هو دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة أو ميزان المراجعة اليومي الدفتر الثاني واللي هنتم بيه أيضا في نفس الحلقة وهو سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عنحة تعالوا في البداية عزيزي والطلاب نتعرف على ايه المقصود بدفتر الحزبة اليومية 69 عنحة وزي ما احنا عارفين هو أحد السجلات الرقبية وفي نفس الوقت هو سجل من السجلات البيانية والإحصائية تعالوا نشوف مع بعض سجل أو دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة أو بيطلق عليه ميزان المراجعة اليومي هو عبارة عن ميزان مراجعة يومي للعمليات المالية في الوحدة الإدارية الحكومية وبينقسم إلى جانبين له جانب مدين وده بيضم الحسابات المدينة زي الاستخدامات الإرادات بالاستبعاد الحسابات الجارية المتنوعة اللي بتضم في طياتها شيكات تقط التخصيل والنغضية إلى جانب حسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية الدائنة والحسابات النظامية ده في الجانب المدين أما في الجانب الدائن فبيضم أيضا حسابات الإرادات والاستخدامات بالاستبعاد والحسابات الجارية المتنوعة اللي بتضم في ثلاث حسابات الشيكات والحوالات والبنك المركزي إلى جانب حسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية الدائنة والحسابات النظامية يبقى دفتر حزبة اليومية هو عبارة عن سجل يومي بيتم إعداده بشكل يومي وعبارة عن مزان مراجعة ولكن بيتم إعداده عزيزيه الطلاب في شكل صفحة من صفحات دفتر أستاذ بالله اللي هو جانب مدين اللي هو جانب منه وجانب اللي هو هيكون الجانب الدائن ولازم مجموعة الجانب الدائن يتساوى مع مجموعة أو يتطابك مع مجموعة الجانب المدين تعالوا نشوف صفحة من صفحات دفتر الحزبة اليومية 69 إنحة أو مزان المراجعة اليومي أنا مش مطلوب مني أحفظ مين اللي في الجانب المدين وإيه اللي في الجانب الدائن لكن زي ما احنا شايفين الحاجات بسيطة والحسابات بسيطة أنا عندي في الجانب المدين استخدامات الإرادات بالاستبعات الحسابات الجارية المتنوعة وناخد بالنا عزيزي الطلاب أن الحسابات الجارية المتنوعة بتشمل حاجتين شيكات تحت التخصيل وحساب النقدية يعني مجموعة شيكات تحت التخصيل والنقدية ومجموعة حسابات الجارية المتنوعة في الجانب المدين كذلك عندنا حساب آخر وحسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية أدى إنا والحسابات النظامية في الجانب الدائن هنلاقي الكلام معكوس يعني هنا الاستخدامات عكسها على طول الإراضات هنا الإراضات بالاستبعاد عكسها على طول في الجانب الدائن الاستخدامات بالاستبعاد وعندنا الحسابات الجارية المتنوعة اللي بتضم ثلاث حسابات وهي الشيكات والحوالات والبنك المركزي يعني مجموعة ثلاث حسابات الفراعيين من الحسابات الجارية المتنوعة أو الحسابات الجارية المتنوعة بتتكون من ثلاث حسابات وهي الشيكات والحوالات والبنك المركز وهنا نقصد الحسابات الجارية المتنوعة بالجانب الداء مجموعة 3 حسابات دول هيمثاله مجموعة الحسابات الجارية المتنوعة عندنا حساب آخر هو حسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية الدائنة والحسابات النظامية الجزئية المهمة اللازم يأخذ بالي منها عزيزي الطلاب ودي خاصية تخص دفتر الحزبة اليومية او ميزال المراجعة اليومي وزي ما احنا عارفين واخدين بالنا هو لقسم دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة مرقم ولو رقم معروف يعني بقى الدفتر اللي هو 69 عنحة اللي هو احد الدفاتر والسجلات البيانية والاحصائية هو ميزان المراجع اليومي او دفتر الحزبة اليومية او ضخنا انه لازم مجموعة الجانب المدين يتساوى مع مجموعة الجانب الدائم وناخد بالنا ان هذا الحساب او دفتر الحزبة اليومية كل يوم بنعمل نفس الايه بنصور نفس الحساب داخل دفتر الحزبة اليومية نجمع الاستخدامات والارضب بالاستبعاد والحسابات الجانب المتنوع في الجانب المدين وحسابات التسوية المدينة بالجانب المدين وحسابات التسوية الدائنة بالجانب المدين أيضا والحسابات النظامية وكذلك الجانب الدائن ولازم مجموعة الجانب المدين يتساوم مع مجموعة الجانب الدائن أقب بال أن الحسابات النظامية في الجانب المدين تساوي الحسابات النظامية في الجانب الدائن حسابات النظامية دي أعزائي الطلاب أول خاصية أقب بالك منها أن مجموعة الحسابات النظامية في الجانب المدين لازم يساوي مجموعة الحسابات النظامية في الجانب الدائن يعني لو الحسابات النظامية في المدين 100 ألف يبقى لازم الحسابات النظامية في الجانب الدائن تساوي 100 ألف جنيه طيب لازم مجموعة الجانب المديني يساوي مجموعة الجانب الدائن يبقى أنا على طول كده أقب بالي أن الحسابات الجارية المتنوعة بتضم شكات تحت التخصيل وحساب النقدية مجموعة الشيكات تحصل النادية بيديني مجموعة الحسابات الجارية المتنوعة زي ما في الجانب الدائن مجموعة الشيكات والحوالات وكذلك البنك المركزي بيمسل لي مجموعة الحسابات الجارية المتنوعة في الجانب الدائن لازم الحسابات النظامية في الجانب المدين تساوي الحسابات النظامية في الجانب الدائن وفي الختام أو في النهاية لازم مجموعة الجانب المدين يساوي مجموعة الجانب الدائن تعالوا نشوف مع بعض التدريب ونتعرف على الكيفية اللي أنا أدي بها ميزان أو دفتر الحزبة اليومية 69 إنحة أو ميزان المراجعة اليوم تعالوا نشوف مع بعض التدريب بيقول لي استخرجت البيانات التالية من واقع مجموعة يومية استمارات الصرفيات والتسويات يبقى البيانات اللي بتدرك داخل دفتر الحزبة اليومية 69 إنحة بتستخرج من استمارات الصرفيات والتسويات 224 إنحة وجايبلي الجانب المدين كلام سألة خالص وزيئول الجانب الايه الدائم هنا الجانب المدين جانب منه والجانب الدائم جانبله وبيقوللي المطلوب اعداد ميزان المراجعة اليومي او بينكو صيني قوللي دفتر الحزبة اليومية تسعة وستين عين آخوا بالي عزيزي طلاب ان انا مش مطلوب من احفظ مين مدين ومين دائمة واجايبلي مين المدين ومين الدائم لكن فيه فنياتها خبالي منها فنياتها الاولى ان لازم قام بeste حسابات النظمية المدينة يساوي مجموعة الحسابات النظامية في الجانب الدقن يعني زي ما احنا شايفين كده هو جاب للحسابات النظامية في الجانب الدقن اللي هو جانب له مجهولة عاملة عليها امامها علامتين استفهام وبالتالي هتكون 100 ألف برضو ليه لان الحسابات النظامية في الجانب المدين اللي هو جانب منه 100 ألف يبقى لازم الحسابات النظامية في الجانب الدقن ايضا تكون 100 ألف دي معلومة مهمة وندواننا عندنا الحاجة التانية المهمة ان الحسابات الجارية المتنوعة كان هنا 50 ألف في الجانب الايه المدينة اللي هو جانب منه هتلاقي جايب لك بين كوسين كاتب لك 30 ألف جنيه شكات تحت التحصيل ونقدية 20 ألف جنيه بقى لو حط تخطيلي قدام الحسابات الجارية المتنوعة على متين استفامي يبقى 20 زائد ايه 30 يكون 50 طيب خب بالك معايا لو قال لي مثلا ان الشيكات تحت التحصيل دي مجهولة وجاب للنقدية 20 يبقى 50 نقص 20 يديني 30 ألف وكذلك لو اداني مثلا النقدية هي المجهولة تحصيل 30 ألف جنيه يبقى 30 ألف ناص 50 ألف يديني 20 ألف جنيه نفس الكلام بيتكرر مع الحسابات الجارية المتنوعة بالجانب الدائن بتضم الشيكات والحوالات والبنك المركزي اي مجهول فيهم هجمع وهطرح من اجمالي او من مجموعة الحسابات المتنوعة لو جايب لي الحسابات الجارية المتنوعة مجهولة هجمع الشيكات زائد الحوالات زائد البنك المركزي هيديني الناتج على طول مجموع او مبلغ الحسابات الجارية المتنوعة تعالوا نشوف مع بعض انا على طول هسطر دفتر الحزبة اليومية تعالوا نشوف مع بعض ازاي نحل هذا الدفتر على طول هروح على كراسة الاجابة بتاعتي او في الكراسة بتاعته زي ما احنا شايفين الموضوع سهل وБسيط خالص هعمل جانب منه صفحة تشبه صفحات دفتر الاستاذ عندي جانب منه وعندي جانب له تعالوا نشوف مع بعض زي ما احنا شايفين امامنا الان اسطر دفتر صفحة من صفحات دفتر الاستاذ لان تصميم صفحات دفتر الحزبة اليومية بيشبه تصميم صفحة من صفحات دفتر استاذ وكلنا عارفين دفتر استاذ اخدناها قبل كده فين في السنوات السابقة تعالوا نشوف مع بعض هسجل بقى ده جانب منه ده جانب له وفي الوسط كده على طول في وسط الصفحة نكتب دفتر الحزبة اليومية تسعة وستين عين حف لو بصينا عزيزي الطلاب في التبدريب كده تعالوا نشوف مع بعض جايب لي الحسابات المدينة شوفوا الشاشة جايب لي الحسابات المدينة الجانب المدين في الاستخدامات في الارضاب بالاستبعاد الحسابات الجانب المتنوعها ومفنة دهالي هبتدي انقل الجانب المدينة في منه والجانب الدائم في له ببساطة كده اه ولا هتعمل اي شيء غير انك تنقل الجانب المدينة في منه والجانب الدائم في له تعالوا نقل مع بعض اول حساب عندي الاستخدامات هكتب الاستخدامات ونقبلنا عندنا الاستخدامات بكام بخمسة واربعين الف جنيه على طول تحتها الاراضات بالاستبعات والارضات بالاستبعات كما عزيزي الطلاب مية خمسة وعشرين الف جنيه على طول عندنا الحسابات الجارية تحتها على طول بعدها الحسابات الجارية المتنوعة والحسابات الجارية المتنوعة بتضم يا عزيزي الطلاب ممتاز شيكات تحت التحصيل وتحتها على طول النقدية ونقض بلنا ان شيكات تحت التحصيل تلاتين الف جنيه والنقدية عشرين الف جنيه والحسابات الجارية المتنوعة هم الديني مبلغها خمسين الف جنيه على طول بعدها على طول عندي حسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية المدينة ستين الف جنيه عندنا كمان حسابات التسوية الدائنة ودي بتساوي 40 ألف جنيه وعندنا الحسابات النظامية ونحن ببنى من حسابات النظامية كام الحسابات النظامية كام عزيزي والطلاب 100 ألف جنيه وانا هكتب لكم مبلغها بلون مختلف عشان تاخدوا بالكم ان الحسابات النظامية في الجانب منه لازم اللي هو الجانب المديل لازم تتساوى مع الحسابات النظامية في الجانب الدائن. بقى قريدي كده انا عارف ان الحسابات النظامية في الجانب الدائن اللي هو جانب له لازم تساوي كام عزيزي الطلاب لازم تساوي ميت الف جنيه من غير ما اروح للجانب الايه التاني اللي هو الجانب الدائن هي لازم تساوي ميت الف جنيه. نبص تاني على التبرين مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض كده. زي ما احنا شايفين على الشاشة انا خدت الخمسة واربين الف جنيه الاستخدامات. وخدت المية خمسة وعشرين الف جنيه الارضاب بالاستبعاد والخمسين الف جنيه الحسابات الجارية المتنوعة زي ما احنا شايفين خمسين الف بس انا وزعتها شيكات و نقدية عشرين الف جنيه نقوم بلنكน تلاتين الف زي قدي 20000 يديني خمسين مافاش اخط الجزئي او الفرعي داخل عمود المبلغ هنا لا ده انا بحط اجمال اللي هو اجمال الحسابات الجارية المتنوعة اللي هم خمسين الف جنيه طيب المحوظة اللي خدت بال منها اه ان الحسابات النظامية 100 ألف يبقى لازم الحصابات النظامية في الجانب الدائن تساوي 100 ألف جنيه طيب عندنا في الجانب الدائن عندنا الإرادات حسابات دي سابتة وعندنا الاستخدامات بالاستبعاد وعندنا الحسابات الجارية المتنوعة أيضا بس دي بتضم 3 حسابات وهي الشيكات وتحتها الحوالات وبعدين في الأخير البنك المركزي البنك المركزي وبعدين عندي حسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية الدائنة حسابات تسوية المدينة وحسابات تسوية الدائنة أروح بقى على التمرين على طول كده معي أعزاء الطلاب هذا عندي على طول الإرادات كام 80 ألف جنيه والاستخدامات بالاستبعاد 65 ألف وعندي الحسابات الجرية المتروعة 90 ألف جنيه منها شيكات بـ 20 ألف وحوالات بـ 30 والبنك المركزي بـ 40 ألف جنيه وعندي حسابات التسوية المدينة 30 ألف وحسابات التسوية الدائنة 55 ألف وعندي الحسابات النظامية معمول أمامها على 2 أو 3 علامات استفاهمة يعني مجهولة طيب خلاص احنا عرفنا ان الحسابات النظامية المدينة لازم تساوي الحسابات النظامية الدائنة والعكس الصحيح يعني حسابات النظامية الدائنة لازم تساوي حسابات النظامية المدينة هو مدين المدينة 100 ألف جنيه لازم يدين واحدة منهم فهنا الداني المدينة 100 ألف يبقى الدائنة على طول هتكون زيها 100 ألف جنيه وحنا سجلناها من البداية على طول بقى أنقل المبالغ دي داخل دفتر الحزبة اليومية تعالوا نشوف مع بعض الاراضات عندي كما عزيزي الطلاب عندي الاراضات 80 ألف جنيه هكتب مبلغها 80 ألف الاستخدامات بالاستبعاد 65 ألف جنيه وعندي طبعا الحسابات الجارية المتنوعة 90 ألف جنيه عبارة عن شيكات وبكتب في البيان 20 وعندي حوالات 30 ألف جنيه 30 ألف وعندي البنك المركزي 40 ألف جنيه لازم مجموعة شيكات زياد الحوال زياد البنك المركزي يكون هو مجموعة الحسابات الجارية المتنوعة الحساب الثاني اللي عنده حسابات التسوية المدينة اللي هي في جانب له اللي هو الجانب الدائن 30 ألف جنيه وحسابات التسوية الدائنة في الجانب الدائن 55 ألف جنيه نقوم بالنا إن دي جانب له المبالغ اللي تخص جانب له داخل دفتر الحزبة اليومية 69 إنحاء وكذلك المبالغ أو الحسابات اللي تخص الجانب منه وهو طبعا يجيب لي في التمرين جانب منه محدد وجانب له محدد وطبعا التسطيرة مش صعبة دفتر أستاذ عندي جانب منه وجانب له وهبتدي أنقل الجزئية المهمة عزيزي الطلاب إنه لازم مجموعة الجانب المدين يساوي مجموعة الجانب الدائن هبتدي أجمع علشان أشوف مجموعة الجانب المدين ومجموعة الجانب الدائن هنجمع طبعا زي ما احنا شايفين أمامنا على الشاشة عندنا طبعا جمعنا الـ 45 ألف زائد الـ 125 ألف زائد الـ 50 ألف زائد الـ 60 ألف زائد الـ 40 ألف زائد الحسابات النظامية اللي هي 100 ألف جنيه هيكون مجموعة النائية 420 ألف جنيه يبقى المجموعة الجانب المدين 420 ألف يبقى لازم مجموعة الجانب الدائن يبقى أيضا 420 ألف جنيه يبقى بنفس الطريقة جماعة الجانب المدين تلقى 420 ألف جنيه يبقى لازم الجانب يطلع الدائن يطلع 420 ألف جنيه لو ما طلعش المدين قد الدائن يبقى فيه خلل أو فيه خطأ حصل أثناء إعدادي لدفتر الحزب الـ 169 ح وطبعا دفتر حزبه اليومية عزيزي الطلاب 69 ح سؤال مهم جدا من الأسئلة التي ما بيخلاش امتحان من امتحانات من مثل هذه الأسئلة نخب بالنا نحل عليه تدريبات كتير تعالوا نشوف مع بعض تدريب كمان على دفتر الحزبه اليومية 69 ح أو ميزان المراجعة اليومي تدريب رقم اتنين بيقول لي استخرجت البيانات التالية من واقع مجموعة يومية استمرارات الصرفيات والتسويات 224 عين ح دائما ناخد بالي عزيزي الطلاب ان البيانات الخاصة بسجل أو بميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبه اليومية بيتم استخراجها من استمرارات الصرفيات والتسويات 224 عين ح جايب للجانب المديني اللي هو جانب منه وبعدين جايب لجانب له وبعدين بيقول للمطلوب اعداد ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبه اليومي اخو ببالي على طول من معلومة مهمة انا عندي الحسابات الجارية المتنوعة لازم الشيكات تحت التحصيل مجموعة انا بتكلم على الحسابات الجارية المتنوعة في الجانب المدين يبقى لازم الشيكات تحت التحصيل تساوي او مجموعة زائد مجموعة النقدية يساوي مجموعة الحسابات الجارية المتنوعة اخو ببالي لايجي يبلي الحسابات الجارية المتنوعة سبين الف طيب والشيكات تحت التحصيل اربين الف يبقى النقدية كام برافو أخيراً المس cél misma ه Rosabkiego و pneumonia من المئ北 وال 2024 يكون الناتج سيبين أكثر يبقى كذا حاولنا ء مجموع او مبلغ النقدية اللي هو هيكون 70.000 جنيه او 40.000 جنيه هيكون 30.000 جنيه طيب فيه مجهول تاني لا يبقى الجانب المدين ما فيش اي مبالغ مجهولة غير مبلغ النقدية وطبعا هارفنا هنوصلها ازاي في الحسابات الجنة المتنوعة هنجيب مجموع الحسابات الجنة المتنوعة ونطرح منها مبلغ الشيكات تحت التحصيل هيكون الناتج مبلغ النقدية الجانب الدائن اللي هو جانب له جايب لي طبعا الاراضات والاستخدامات بالاستبعاد والحصابات الجانب المتروعة ونقب بالنا هو جايب للحصابات الجانب المتروعة كام في الجانب الدائنة يعني الحصابات الجانب المتروعة الدائنة جايبها لي 80 ألف اللي هي بتتكون من شيكات والحوالات والبنك المركزي طب نجمع الثلاثة الشيكات زائد الحوالات زائد البنك المركزي لازم يديني 80 ألف طب أنا عند الشيكات أمامها علامتين استفامي يعني مجهولة يبقى هجمع الحوالات زائد البنك المركزي يعني هاجمة 35 ألف زائد 20 ألف ناقص 80 ألف هيكون الناتج كام برافو 25 ألف جنيه يعني ادي 55 اللي هي 20 ألف زائد 35 ألف هنترخهم من إجمال الحسابات الجنة المتنوعة أدى إنا 80 ألف جنيه هيكون حساب الشيكات 25 ألف جنيه أخذ بالأ أيضاً أعزائي الطلاب أن الحسابات النظامية مجهولة طيب نعمل إيه ما ينفعش يجيبها لي الحسابات النظامية المدينة مجهولة ويجيب لي الحسابات النظامية الدائنة مجهولة لازم يجيب لي واحد فيهم معلوم وطبعاً الحسابات النظامية المدينة بتساوي الحسابات النظامية الدائنة يبقى أطلع كده على طول في الجانب المدين ألاقي عندي الحسابات النظامية المدينة بتسعة وسبعين ألف جنيه يبقى لازم الجانب الدائن اللي هو الحسابات النظامية في الجانب الدائن تكون أيضاً تسعة وسبعين ألف جنيه يبقى أنا كده عندي معلومتين أخذ بالي منهم إيه هم ممكن يجيب لي أي حساب من الحسابات الجارية المتنوعة مجهول أو يجب لي مبلغ الحسابات الجارية المتنوعة مجهول وأنا هجمع الحسابات الفرعية منه يعني الحسابات الجارية المتنوعة في الجانب المدين هي عبارة عن مجموعة الشيكات تحت التخصيل زائد النقدي طيب لو أنا عندي مبلغ الحسابات الجارية المتنوعة معلوم وعندي الشيكات تحت التخصيل معلوم وعندي النقدي مجهول يبقى هطرح الاتنين من بعض هطرح الشيكات تحت التخصيل ضعص الحسابات الجارية المتنوعة في الجانب المدين هيديني مبلغ النقدية والعكس صحيح لو طرحت النقدية إذا كنت معلومة من الحسابات الجارية المتنوعة المدينة هيديني حساب الشيكات تحت التحصيل ولو جمعت الشيكات تحت التحصيل زاد النقدية هيديني الحسابات الجارية المتنوعة كذلك في الجانب الدين الحسابات الجارية المتنوعة تتكون من ثلاث حاجات هم أعزائي طلاب الشيكات والحوالات والبنك المركزي لو فيه واحد فيه مجهول هجمع الاتنين التانين يعني على سبيل المثال لو الشركات مجهولة زي في التدريب اللي معنا هجمع الحوالات زايد البنك المركزي واطرحهم من مبلغ الحسابات الجارية المتنوعة الدائمة اللي هي في الجانب الدائم طيب لو اي حساب تاني مجهول يعني لو الشركات معلومة والحوالات هي اللي مجهولة وكذلك البنك المركزي معلوم يبقى هجمع اللي موجود منهم واطرحوا من اجمالي او من مبلغ الحسابات الجارية المتنوعة الخاصية التالتة اللي خدناها على دفتر الحزبة اليومية او الملحوظة اللي قبلنا منها ان لازم الحسابات النظامية المدينة تساوي الحسابات النظامية الدائنة فلو اداني الحسابات النظامية المدينة وعمل لعلمتين استفاهم يعني امام الحسابات النظامية الدائنة يعني عايز يقول انها مجهولة اقول له لا الحسابات النظامية المدينة فوق 79 الف يعني المدينة 79 يبقى لازم الدائنة 79 لو الحسابات النظامية الدائنة هي لتسعة وسبعين والحسابات النظامية المدينة مجهولة هقوله برضو بتساوي مبلغ 79 ألف جنيه يبقى أنا عزق الطلاب أخب بالي أن دايما هي دي الفنيات اللي بيلعب معايا فيها في الأسئلة أو في التدريبات وعايز يشوف أنا فاهمها ولا تعالوا نرجع للتدريب بتاعنا وطبعا أول حاجة هنعملها نصمم صفحة من صفحات دفتر الحزبة اليومية 69 عنحا اللي هو طبعا على شكل دفتر أستاذ جانب مدين وجانب دائن ونبتدي ننقل زي ما احنا شايفين هو بيجيب لي الحسابات المدينة مش محتاجة أننا نحفظ الحسابات هم بوساط في الجانب المدينة معروف إيه اللي بييجي في الجانب الدائن في الجانب المدينة عندنا الاستخدامات الإرادات بالاستبعاد الحسابات الجارية المتنوعة اللي بتضم الشيكات تحت التخصيل ثم النقدية والحسابات التسوية المدينة وحسابات التسوية الدائنة والحسابات النظمية في الجانب الدائن عندنا الإرادات الاستخدامات بالاستبعاد الحسابات الجارية المتنوعة اللي هي بتضم ثلاث حاجات الشيكات والحوالات والبنك المركزي وعندنا أيضا حسابات التسوية مدينة وحسابات التسوية الدائنة وعندنا الحسابات النظامية سؤال مهم جدا ودائما بيكرر في الاختبار نقب بلنا عزيزي الطلاب تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنحل هذا السؤال بكل بساطة هنروع على طول على دفتر الحزبة اليومية وزي ما حاشفين هننقل كل المبالغ الخاصة بالجانب المدين أنا نقلت على طول كل المبالغ في الجانب المدين وكذلك كل المبالغ اللي هو جايبالي في الجانب الدائن على طول رحت على التبرينة جبت الجانب المدين ده زي ما هو كده جانب منه ونقلته في دفتر الحزبة اليومية تسعة وستين عنحة في الجانب المدين او جانب منه كذلك رحت على الجانب الدائن اللي هو مندهولي اللي هو جانب له ونقلت كل الحسابات بالطريقة اللي هو اوضعناها لكم في تسجيل هذه الحسابات او اعداد دفتر الحزبة اليومي نقلت كل الحاجات دي زي ما هي حتى لو في مجهول نقلت زي ما هو مجهول وروحنا على طول حطناه في جانب الدائم بأسماءها بأرقامها وناخد بالنا ان احنا عندنا في الجانب المدين كان عند النادية مجهول عملنا ايه هنقول السبعين الف نقص الاربعين الف هيكون النتج على طول تلاتين الف جنيه عندنا في الجانب الدائم هنجد عندنا الشيكات مجهولة طيب اتيجي ازاي الشيكات قولنا هنجمع الحوالات عشرين الف زائد البنك المركزي 35 ألف وهنترحهم من الحسابات الجارية المتنوعة علشان يكون مبلغ الشيكات 25 ألف المعلومة التانية الحسابات النظامية المدينة لازم تساوي الحسابات النظامية الدائنة طب الحسابات النظامية المدينة 79 ألف معلومة طب مجهولة هنا مش جايب لي مبلغها في التمريل زي ما شفنا يبقى أقول على طول لازم تساوي 79 ألف جديد دي الفنيات عزيزي الطلاب اللي دايما بيجيلي على دفتر الحزبة اليومية 69 إنحاء في الختام بقى أبتدي أجمع أجمع الجانب المدين وأجمع الجانب الدائن ولازم مجموع الجانب المدين يساوي مجموع الجانب الدائن تعالوا نشوف مع بعض هجمع الجانب المدين هيطلع مجموعه 369 ألف وكذلك الجانب الدائن لابد أن يطلع مجموعه 369 ألف جنيه يبقى من أهم الخصائص اللي بيتميز بيها دفتر الحزبة اليومية إن أنا عندي أول حاجة لازم مجموع الجانب المدين يساوي مجموع الجانب الدائن الحاجة التانية اللازمة الحسابات النظامية في الجانب المدين تساوي الحسابات النظامية في الجانب الدائن سؤال مهم جدا دايما بيتكرر على دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة أو ميزان المراجعة اليومي في الاختبار الخاصية الأخرى إن مجموع الفرعيات مثلا في الحسابات الجارية المتنوعة في الجانب المدين هنجد ان الشيكات تحت التحصيل زائد النقدية بيدون الحسابات الجارية المتنوعة بالمدينة وكذلك في الجانب الدائن الشيكات زائد الحوالات زائد البنك المركزي مجموعة المبالغ بتاعتهم بتسوي الحسابات الجارية المتنوعة بالجانب الدائن ناخد بالنا عزاء الطلاب دي الفنيات اللي ممكن تجيلي فيها أو عليها اسئلة في الاختبار تعالوا نشوف مع بعض السجل التاني من السجلات البيانية والاحصائية والمهمة جدا واللي طبعا لازم نتضرب عليها لانها هي ايضا بتأتي في الاختبار احنا عندنا اربع اجزاء عملية في الباب التاني اللي هو الباب الخاص بالنظام المحسن الحكومي لازم يجيلي منهم سؤال في الاختبار قلنا قبل كده دفتر حساب الشيكات اللي هو احد دفتر حساب الشيكات 56 عن حق اللي هو احد دفتر الاستاذ ده مهم جدا والدربنا عليه والدربنا في الحلقة السابقة على الكافية اللي بنصور بها سجل الارتباطات 291 او 292 عن حق واليوم ان شاء الله بنكمل حدثنا على الاجزاء العملية وخدنا طبعا زي ما وضحنا دفتر الحزبة اليومية 69 عن حق او ميزان المراجعة اليومي وتعرفنا على الكافية نبيعين دبوه عندنا سجل حصر طلبات الصرف الوريدة 55 عن حق او بيطلق عليه الاستمارة 55 عن حق ودي طبعا احد السجلات الرقبية هو ايضا من السجلات البيانية والاحصائية اللي بيخصص لحصر جميع طلبات الصرف الوريدة للوحدة الادارية الحكومية اي مبالغ بتصرف من الوحدة الحكومية الادارية بيطبعا بتصرف بطلب صرف بيتم تجميع كل هذه المطالبات والفواتير اي مبالغ تصرف من الوحدة الحكومية وكذلك استمارات اعتمادات الصرف 50 عن حق والمرفقات الخاصة بيها ويتم تسجيل بيانات هذه الاستمارات وخاصة استمارات اعتماد الصرف 50 عن حق داخل سجل حصر طلبات الصرف الوريدة 55 عن حق طيب شكل صفحة سجل حصر طلبات الصرف الوريدة 55 عن حق وكرش يعني المبلغ ممكن يبقى في قسور مش هيبقى مبالغ صحيحة بي ممكن يبقى في قروش وعند صاحب الحق وعندي تاريخ التسليم لقسم المراجعة وطوقيع المستلم وطاريخ اعداد التأمنى المراجعة وتاريخ التسليم لقسم الشد وطوقيع المستلم ورقم اذن الصرف او الشيك لان طبعا بعد ما نسجل البيانات هيقوم طبعا قسم الشد باصدار ايه شيك او اصدار اذن صرف لصرف المبالغ المستحق على الوحدة وعندنا الجهة المحول عليها سواء بقى الشيك هيبقى البنك المركزي او اذن الصرف اي جهة اخرى وعندنا تاريخ بقى تصدير اذن الصرف او تاريخ تصدير الشيك هل انا مطلوب مني ان انا احفظ رؤوس الاعمدة لا انت لو جالك سؤال اذا دوت هيجيب لك الصفحة هيجيب لك رؤوس الاعمدة كل ما عليك انك تتدرب على كيفية تسجيل الاحداث او تسجيل استمرات الصرف خمسين عنحة داخل سجل لحصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض التدريب ونتعرف ازاي هنسجل العمليات داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة او هنسجل استمرات اعتمدات الصرف خمسين عنحة داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة تعالوا نشوف مع بعض تدريب يقول لي ورد الى احدى الادارات التعليمية استمرات الصرف خمسين عنحة والتي تخص مستحقات بعض العاملين بها بيانات تكتلين اخب بالنا ان مستحقات العاملين دي مبالغ مستحقة على الوحدة هيتم تسجيلها داخل سجل حاصة رمضة الصرف الورد واجاب لي اول استمارة اول استمارة من استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء بيقول لي في 2-6-2010 استمارة وردها من مدارسة نصر التجاري طيب وبعدين تعالوا نشوف عملية كمان بيقول لي في 5-6-2010 استمار وردها بقى انا عند استمارتين عايزة نسجلهم داخل هذا السجل وبيقول لي المطلوب اعداد استمارة او الاستمارة 55 انحاء او دفتر حاصر طلبات الصرف الورد انا عايزنا نسجل استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء داخل سجل او دفتر حاصر طلبات الصرف الوردها 55 انحاء او بيطلق عليها البعض الاستمارة 55 انحاء نرجع تاني للعملية الاولى وناخد بالنا في بيقول لي في 2-6-2010 استمارة وردها من مدرسة ناصر التجارية لكن انا هروح الاول اسطر او اصمم صفحة او سجل حاصر طلبات الصرف الوردها 55 انحاء داخل طبعا الكراسة الاجابة بتاعتي او هصمم داخل الورقة اللي انا هسجل فيها البيانات انا مش مطلوب مني احفظ رؤوس الاعمال الخاصة بسجل حاصر طلبات الصرف الوردها 55 انحاء لكن انت خلال التدريب عليها هتبتدي تسجل هذه العمليات داخل او هكون حفظت او عرفت ايه المتكونات اللي بيتكون منها سجل حاصر طلبات الصرف 55 انحاء تعالوا نشوف بقى اول عملية وازاي هنقدر نسجلها داخل سجل حاصر طلبات الصرف الوردها 55 انحاء وبيتم تسجيل البيانات داخل هذا السجل بطريقة بسيطة نركز فيها وناخد بالنا وبالراحة وهنلاقي نفسنا الموضوع بالنسبالنا بسيط جدا ما نقلقش نفسنا من احاجة تعالوا نشوف اول عملية وازاي هنقدر نسجلها داخل سجل حاصر طلبات الصرف الوردها 55 انحاء يقول لي فيه 26 2010 استمارة واردها من مدرسة ناصر التجارية صاف قمتها 175 جنيه و75 قرش اخباني من المبلغ 175 جنيه علامة اللي هيجي بعد العلامة ده بالكروش واللي قبل العلامة ده بالجنيه طيب انا على طول كده عرفت ان التاريخ بتاع الاستمارة 26 واردها من مدرسة ناصر التجارية وقمتها 175 جنيه 75 قرش اروح كده على سجل حاصل طلبات الصرف الوردها 55 واجي بقى اول حاجة في المسلسل اقول واحد اللي هي دي اول عملية سجله وسجل التاريخ زي ما وضحنا اللي هو اتنين ستة الجهة مرافو عليكم كانت مدرسة ناصر التجارية اللي هي الجهة الورد منها الاستمارة المبلغ 175 جنيه 75 قرش طيب نا خباني عزيزي الطلاب انا عندي المبلغ مقصوب خانتيت خيانة للجنيه وخيانة للقروش يبقى اسجل في الجنيه 175 جنيه طيبه في القروش ها خب بقى اللي بعد العلامة اللي هو كان 75 قرش طيب اروح راجع تاني للعملية بعد ما سجلنا الاستمارة بقول لي دي فروق علاوة تشجئية للموظف مين سمير عفيفي يبقى لازم اروح على طول اسجل بقى صاحب الحق اللي هو سمير ايه سمير عفيفي طيب اتسلمت وقتبقى للمراجعة يبقى نرجع نجيب البيانات دي من العملية بيقول لي سلمت للمراجعة فاليوم التالي طب ايها كانت من اصطمارة برده يوم اتنين ستة اتسلمت في اليوم التالي يعني في اليوم التاني يعني كام يعني هيبقى ثلاثة ستة دي الموظف مين اسمه محمد ناجي الموظف المختص اللي استلم الاا الاستمارة للمراجعة اللي استمرت اعتماد الصرف خمسين انحاء اللي استلمها الموظف محمد محي يباروه على طول لسجل لحاص طلبات الصرف الواردة اقول تاريخ التسليم للمراجعة اللي هو اليوم التالي الاتنين ستة هيكون تلاتة ستة وبعدين يوقع له هنا مين بقى الموظف اللي استلم اللي هو مين محمد ناج طب انت اللي هتوقع له لا الموظف اللي يوقع بنفسه لكن احنا كده كروكي كده يعني هنكتبه هنقول له اه اللي المفروض يوقع هنا مين الموظف محمد محي مش محمد ناجي بقى اللي يوقع هنا مين الموظف محمد محي بقى هنا توقيع المستلم توقيع مين المستلم بقى مش انت انت هتكتب اسم الموظف لكن انت في العملي في الواقع العملي مش انت اللي هتوقع له عشان ده يعتبر في حد ذاته ايه تزويري بقى هو لما هيستلم منك الاستمارة عشان يرجعها هتقول نتفضل يا استاذ محمد وقع لي هنا في اسجل قصر طلبات الصرف الواردة بعد ما تروح المراجعة الا يحصل عزيزي الطلاب هترجع لنا تاني من المراجعة قال لي بقى محمد محي اللي هو الموظف ده تقام بمراجعتها وقام باعادتها لنا في خمسة ستة يبقى اخذها تلاتة ستة رجعها لنا يوم خمسة ستة طيب يبقى على طول انا هسجل التاريخ دي داخل سجل حاصر طلبات الصرف الواردة وتم تسلم القسم الشط في تاريخه يعني في نفس اليوم اللي هو خمسة ستة لموظف تاني اسمه مجدي كامل يبقى نروح على طول على سجل حاصر طلبات الصرف الواردة ونقول ان تاريخ اعادتها من المراجعة كان كاب عزيزي الطلاب خمسة ستة وبعدين سلمت ده القسم الشط في نفس اليوم اللي هو برضو ايه خمسة ستة مين اللي استلم مجدي كامل يبقى نسجل هنا اسم المستلم مجدي كامل لكنه خبالنا ده توقيع المستلم يعني اللي هيوقع هنا مجدي كامل مش انت اللي هتوقع له لان ده يعد تزوير يبقى انا في الحياة العملية اللي هيوقع هنا مجدي كامل اما انا فانا هسجل كده بس عشان اعرف المصحح او الاستاذ ان انا فاهم ان مجدي كامل اللي هو اللي هيوقع هنا طيب ايه اللي هيحصل بقى في قسم الشط قسم الشط المفروض الموظف مجدي كامل يستخرج شيك او اذن ايه صرف طبعا ده عشان فروق علاوة يعني حاجة خاصة بالمرتبات فلازم اللي بيتم استخراج ايه شيك فقال لك وتم استخراج شيك رقم تمانية وسبعين على طه بالمبلغ المستحق بتاريخ عشرين ستة الفين وعشرة مسخوب على البنك المركزي يبقى روح على طول على الدفتر واقول تعالى بقى اول حاجة احنا ما صدرناش اذن ايه صرف ده احنا صدرن ايه شيك يبقى هنا بقول لي رقم اذن الصرف او الشيك هسجل ايه اللي هو رقب الشيك اللي هو كام تمانية وسبعين على طه الجهة المحاولة عليها دايما البنك الايه او تصدير الشيك او تصدير اذن الصرف هو مدهولي عشرين ستة يبقى دي اول عملية اه اسجلها داخل سجل لحصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة زي ما احنا شايفين عزيزة الطلاق العملية بسيطة جدا البيانات جايلك بتتابع وبتسلسل بتقوم بتسجلها من اليمين الى اليسار داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة وبسيطة جدا وعملية سالة محتاج مني بس اركز ازاي سجل هذه العملية تعالوا نشوف عملية تانية وفيها فكرة وهي ان الموظف لما هيجي بقى يستلم الاستمارة مش هيصدر ايه في قسم الشد هيهمل في العمل بتاعه ومش هيصدر ولا شيك ولا اذن صرف فلازم نسجل البيان ده وتنقول انه ايه طبعا لو ده مرتب او فروق علاوة او مكافأة بيتم اصدارها بشيك فنسجل في الملحظات انه لم يستخرج شيك تعالوا نشوف عملية العملية التانية ونتعرف ازاي نسجلها داخل دفتر او سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عين تعالوا نشوف العملية التانية بيقول لي في خمسة ستة الفين وعشرة عندنا استمارة واردة من مدرسة عاصم التجارية صافي خيمتها خمسمية خمسة وعشرين جنيه وتسعين قرش على طول ما لغبتش نفسي اروع على طول على سجل حصر طلبات الصرف الوردة وتحت واحد انا سجلت العملية الاولى وسجل التاريخ اللي هو كان خمسة ستة واكتب اسم الجهة الوارد منها الاستمارة اللي هي كانت مدرسة عاصم التجارية وسجل بقى المبلغ الجنيه في الجنيه واللي بعد العلمة في القروش عندي المبلغ خمسمية وخمسة وعشرين جنيه وتسعين قرش سجلت كده البيانات الاولية ارجع تاني للعملية واشوف ايه البيانات التالية اللي سجلها داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة في العملية اللي حدست في خمسة ستة بعد ما قال لي المبلغ خمسمية وخمسة وعشرين تسعين قرش اللي هيكت فروق مكافأة قال لي الموظف مين خاصة بالموظف شعبان دي صاحب الحق اسم شعبان علي طيب يبقى لازم اسجل اسم الموظف اللي هو شعبان علي اللي هو على طول على صاحب الحق وسجل شعبان علي انا عندي تاريخ التسليم للمراجعة وتوقيع اللي هيستلم يبقى ارجع على طول اتسلمت واتي بقى اتسلمت للمراجعة سلمت من المراجعة يوم 7-6 2010 للموظف المختص عاطف سليمي برو على طول اسجل تاريخ تسليمها لقسم المراجعة واقول 7-6 ووقع اواتب اسم المستلم ونقب بالنا في الحياة العملية اللي هيوقع مين الموظف المسؤول اللي هو عاطف سليم هيوقع بنفسه انا مش هوقع له وبعدين ارجع تاني اشوف البيانات التالية بيقول لي بعد ما سلمناه الموظف عاطف سليم استلمها للمراجعة يوم 7-6 اللي حصل بعد كده قال لي قام اللي هو عاطف سليم الموظف عاطف سليم قام باعادتها في اليوم التالي يعني ايه اليوم التالي احنا كنا 7-6 يبقى يعيدها من قسم المراجعة في كام في 8-6 وتم تسلم على قسم الشد بتاريخ 10-6 يبقى انا هروع على طول على الاستمارة وهاجع على طول في تاريخ اعادتها من المراجعة اكتب 8-6 اللي هو اليوم التالي وكذلك اسجل تاريخ التسليم لقسم الشد اللي هو قال لي 10-6 طب من اللي استلمها في قسم الشد قال لي استلمها في قسم الشد الموظف محمد ناجي يبقى على طول نرجع على طول نسجل طبعا المفروض من اللي هيوقع بالاستلام الموظف محمد ناجي هيوقع بنفسه لكن احنا هنكتب اسمه عشان نوضح اللي بيصحح او اللي يشوف ان احنا هفهمين ان اللي يوقع بالاستلام هنا الموظف اللي استلم اللي هو محمد ناجي طيب ايه اللي حصل بعد كده تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي محمد ناجي ده هو اهمل في عمله حتى يوم 15-6-20 وتم تحويله للشؤون القانونية للتحقيق معه بناء على الشكوى المقدمة من صاحب الحق اللي هو كمين عزيزي الطلاب اللي هو شعبان علي شعبان علي ما اصدرش له شيك اللي هو الموظف اللي كان المفروض اللي هو في قسم الشد اللي هو حمد ناجي وبالتالي شعبان اشتكاه وبالتالي البيانات الباقية مش هتسجل داخل الاستمارة يعني على طول ما اصدرش شيك يبقى ما عنديش رقم للشيك ولا اذن صرف ما عنديش جهة محول عليها ما عنديش تاريخ ولا لإذن الصرف ولا للشيك يبقى شد خط كده برضو لكن هكتب في الملاحظات ايه بقى عزيزي الطلاب هقول لم يستخرج ايه لم يستخرج شيك يبقى لازم ادوم في الملاحظات ان لم يستخرج شيك يبقى لو اهمل في عمله الموظف اللي هو المسؤول في قسم الشد وما اصدرش إذن صرف ولا اصدر شيك باسم الموظف صاحب الحق يبقى في الحالة دي عزيزي الطلاب هيتم ايه تسجيل لم يستخرج شيك في الملاحظات دي الطريعة زي الطلاب اللي بسجل بيها الاحداث والعمليات او استمرارات الصرفيات خمسين عنحة او استمرارات اعتمدات الصرف خمسين عنحة داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة عندنا اربع دفاتر ممين خدنا اتنين في الحلقات السابقة وخدنا النهاردة دفترين ممين دفتر الحزبة اليومية تسعة وستين عنحة وسجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة لا يخلو اختبار من الاختبارات من سؤال من هذه الاسئلة يجيلي في الاختبار دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة يجيلي سجل حصر طلبات الصرف الوردة يأما يجيلي طبعا سجل الارتباطات متين واحد وتسعين او متين اتنين وتسعين ويجيلي كذلك دفتر الحزبة اليومية تسعة وستين عنحة زي ما اوضحنا تعالوا نشوف مع بعض مثال كمان نوضح من خلاله الكيفية اللي بنسجل بيها الاحداث داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة تعالوا نشوف مع بعض مثال اخر او تدريب تاني بيقول لي ورد الى الادارة التعليمية بمينيا القمح استمارات الصرف خمسين عنحة والتي تخص مستحقات بعد العاملين بها بيانوها كالتالي وجايب لي واحد ادي بيان استمارة والاستمارة التانية طبعا بيكلمني عنها في واحد تسعة وبيقول لي المطلوب اعداد من استمارة خمسة وخمسين عنحة او دفتر حصر طلبات الصرف الوردة انا اول خطوة اعمالها هروح على طول مسطر او مصمم الصفحة الخاصة بسجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عنحة زي ما احنا شايفين وبعدين اروح على اول عملية وطبعا ستطرها بعرض الايه بعرض الورقة مش بالطول اول عملية بيقول لي في واحد وعشرين تمانية الفين واحد وعشرين استمارة اه واردة من مدرسة مينيا القمح قيمتها ربعمية اربعة وعشرين ونص جنيه ناخد بالنا عزيزي الطلاب اني الطريقة اللي هنسجل بها الاستمارة او هنسجل بها الاستمارات اعتمادات الصرف او استمارات اعتمادات الصرف خمسين عين حا داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة عملية بسيطة ومس صعبة يارب تكونوا استفدتم من النهاردة ان شاء الله من الطريقة او تعرفتم وتمكنتم من الطريقة اللي بنسجل بها الاحداث داخل دفتر الحزبة اليومية او ما يطلق عليه ميزان المراجعة اليومي او سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عين حا بانتهاء الجزء ده اعزائي الطلاب بنكون انتهينا من الباب التاني اللي هو الباب الخاص بالنظام المحاسب الحكومي لكن بنوعاتكم ان شاء الله في حلقة قادمة هناخد بعض الاسئلة للمراجعة اسئلة نظرية بتيجى على الباب التاني الخاص بالنظام المحاسب الحكومي احنا طبعا ما معناش وقت عشان نلحق نحل معاكم او نسجل هذه الاحداث داخل سجل حصر طلبات الصرف الوردة خمسة وخمسين عين حا لكن بنوعاتكم بحلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية انتظرونا وان شاء الله الى ان نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته